استمرار الأجواء غير المستقرة في المملكة يومي الأحد والاثنين وتراجعها بشكل تدريجي اعتبارا من يوم الثلاثاء وأجواء مستقرة نهاية هذا الأسبوع كل ذلك في التفاصيل للنشر الجوية الأسبوعية للعام 2022 بعد هذا الفاصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري إذن يبدأ هذا الأسبوع الأول من العام 2022 بأجواء غير مستقرة مع فرص الوطول بعض الزخات المطرية في بعض مناطق المملكة درجة حرارة تقريبا تصل إلى 11 درجة جمعوية في العاصمة عمان فرص لبعض الزخات من الأمطار في بعض المناطق خاصة فوق المرتفعات الجبلية تكون إجمالا فرص الأمطار غير منتظمة وهي عشوائية الطابع بشكل عام يوم الاثنين تتأثر المملكة في ساعات الأحلى الاثنين وصباح يوم الاثنين بامتداد لمنخفض جوية تمركز بعيدا عن المملكة وبالتالي هناك تأثيرات غير مباشرة لهذا منخفض الجوية تتمثل بوجود فرص الوطول الأمطار خاصة على المنطقة الجنوبية المملكة مع تشكل للضباو فوق المرتفعات الجبلية بشكل عام وتراجع في درجات الحرارة أيضا تكون هناك بعض فرص الأمطار حتى في المنطقة الوسطى من المملكة ودرجة الحرارة تكون العظمى حوالي 9 درجات مئوية في ساعة النهار وصغلين حوالي 7 درجات مئوية والأجواء تكون باردة مع تشكل للضباب أحيانا خاصة على المرتفعات الجبلية يوم الثلاثاء سنشهد أن هناك استقارا عاما على الأجواء في المنطقة الجنوبية من المملكة درجة الحرارة بالرغم من ذلك تبقى منخفضة مثلا في جبال الشهرات 8 درجات مئوية والأجواء لكنها تكون مشمسة عموما أجواء غائمة جزيلا في المنطقة الوسطى درجة الحرارة العظمى 10 درجات والأجواء باردة الصغرين 6 درجات مئوية فرص الأمطار تبقى قائمة في المنطقة الشمالية والعظمى 13 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى 10 درجات مئوية في شرق المملكة الأجواء تكون باردة في ساعة الليل 6 درجات والعظمى نهارا 14 درجة مئوية يوم الأربعاء تبقى فرص الأمطار موجودة في أقصى المناطق الشمالية ولكن الطقس يبقى ويكون مستقر في باقي ومختلف باقي مناطق المملكة ولا تغييرات هامة على درجات الحارة بالمقارنة ما تكون عليه يوم الثلاثاء لكن اعتبارا من يوم الخميس هناك ارتفاع ملموس على درجات الحارة والأجواء تكون مستقرة في كافة ومختلف مناطق المملكة كما تلاحظون تصل في العاصمة من إلى 15 درجة مئوية درجة الحارة العظمى وترتفع في العقبة إلى حوالي 23 درجة مئوية ويوم الجمعة تبقى الأجواء مستقرة مع تراجع طفيف على درجات الحارة لكن الطقس يجب على المستقر في أغلب المناطق مع ظهور لبعض السحب والغيوم على ارتفاعات مختلفة إذن هذا بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة لهذا الأسبوع الأسبوع الأول من شهر 1 يناير العام 2022 نسأل الله أن يكون الأسبوع خير ومباركة عليكم جميعا دمتم دائما بخير ومحبة إلى اللقاء شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة